بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم عجل وليك الفرج من الأسرار الربانية لسورة الانشراح كما قال الإمام الصادق عليه السلام من قرأ سورة ألم نشرح ثلاث مرات عند المعاملة يربح بتلك المعاملة أيا كانت المعاملة بيع شراء معاملة في دائرة معاملة الزواج تجارة معينة صفقة معينة شراء بيت أي معاملة إذا قرأت عليها سورة الانشراح ثلاث مرات فإنك تكون أنت الرابح بتلك المعاملة وإذا قرأتها ثلاث مرات لوجع القلب يشفى رجاء استمع لهذه الكرامات تقرأ سورة الانشراح تضع يدك اليمنى على قلبك وتقرأ سورة الانشراح ثلاث مرات لوجع القلب تشفى ثم يقول الإمام الصادق عليه السلام وهي مجربة في تسهيل الأعمال أي عمل في بالك فهي مجربة في تسهيل الأعمال في أي نية تخرج بها من بيتك الله سبحانه وتعالى يسهل عليك أمرك فجرب ولا تشك أكثر مدة إذا كانت لديك حاجة جدا قوية أكثر مدة تقرأها ثلاث مرات يوميا لمدة أسبوع بعد صلاة الفاجر أو الظهرين أو العشاءين الأمر راجع إليك فتقضى حاجتك حتما وقطعا جرب ولا تشك وهذه من الأسرار الربانية لسورة الانشراح يبينها الإمام الصادق عليه السلام برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام ترجمة نانسي قنقر